بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلاب سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الهندس الفضائية للثانية ثانوي رقم عشر أنصح بشربة العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجنس O E G كي يعني ثلاثي الأبعاد قال A B C D أربع نقط من الفضاء يعني لها إحداثيتها قال هل النقطتان C و D تنتميان إلى المستقيم A B إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن كيف نقول أبناء نقول معرفة إن كانت من C و D نقطتان من ماذا؟ من المستقيم A B نقول حتى إذن ننطلق هنا الأولى مع الس نقول حتى تكون من؟ تكون C تنتمي إلى المستقيم A B إذا و فقط إذا وجد عدد حقيقي اسمه ألفا حيث ماذا؟ حيث A C يساوي أن ألفا A B يعني تكون الأشعة A C و A B مرتبطة خطية هذا ما يجعل النقاط A و B و C إذا سمينا هذه A وهذه B وهذه C تكون في استقامية ما يدل على أن النقطة تكون تنتمي إلى تلك المستقيم لاحظوا جيدا هنا مطلبون بحساب ماذا؟ مركبات الأ A B الأ A B يا أبنائي ما هي أنه نقول هذا ناقص هذا اللي هو 2 ناقص 1 اللي هي 1 و 1 ناقص ناقص 1 تسبح لنا زائد 2 ثم عندنا ناقص 1 ناقص 1 مع ناقص 2 تسبح لنا ناقص 3 هذه A B نأتي بعدها أبنائي إلى A C بنفس الخطة نقول 3 ناقص 1 اللي هي كم؟ اللي هي 2 ثم عندنا 3 ناقص ناقص 1 تسبح لنا زائد 3 مع زائد 1 مع سبيح لنا 4 ثم ناقص 4 ناقص 2 تسبح لنا كم؟ ناقص 6 نلاحظ جيدا هل يوجد هنا نسبية ما بينهما أم لا؟ أركزوا أرجوكم إذا جئنا إلى هنا وقلنا هكذا لاحظوا إذا قلنا A B عفوا نقول A C أفضل إذن A C بمركبات ما هي؟ اللي هي 2 و 4 و 6 هل تسوي لنا ألف في ماذا؟ في A B إذن A B ذو المركبات ما هي المركبات أبنائي؟ اللي هي 1 و 2 و 3 لو نأتي ونقسم هذا على هذا كم نجد؟ لاحظوا 2 على 1 ركزوا أرجوكم نجد كم؟ نجد 2 ثم 4 على 2 كم؟ 2 ثم ناقص 6 على ناقص 3 كم؟ 2 إذن ألف هذه وجدناها كم؟ وجدناها في كل حالة يا أبنائي إنها الإثنان نقول ومنه ألف وحيد يعني له قيمة وحيدة أي ماذا؟ أي أنه A C يساوينا إثنان من A B ونحن قلنا التعريف إذا وفقت إذا وجد عدد حقيقي ألفا والألفا وجدناه كم يساوي يساوينا إثنان نقول ومنه ومنه C تكون نقطة من المستقيم A B يعني تنتمي فقط يا أبنائي الآن بعدما أنهينا مع هذه الحالة نأتي إلى الحالة الثانية لما نريد أولا نحتاج إلى مركبات A B سوف نحتفظ بها ها هي مركبات أما البقية سنقوم بمحيها لأنا لا نحتاجها لاحظوا جيدا كذلك نقول هنا معرفة إن كانت ماذا؟ إن كانت D تنتمي إذا وفقت إذا وجد عدد حقيقي B T هذه المرة نسميه B T حيث ماذا؟ حيث A D يساوينا B T A B إذن A D يساوينا B T في A B إذن أولا نقوم بحساب A D لأن الـ A B قد حسب من قبل إذن تصبح لنا ناقص واحد مع ناقص ناقص واحد تصبح لنا ناقص اثنان ثم عندنا لاحظوا واحد ناقص ناقص واحد تصبح لنا كم اثنان ثم ناقص اثنان ناقص اثنان تصبح لنا كم ناقص اربعة لاحظوا ها كذا أبنائي هذه هي مركبات الشعاع اللي هو آدي نأتي الآن نقول لاحظوا A D يساوينا بيط A B أي ماذا أي أنه ركزوا ها هي ها هو مركبات كل واحد هنا مستندين نحوه بعض لاحظوا جيدا معناه أنه تصبح لنا ناقص 2 وهي هذه تساوينا ألف من A B أو بيط من A B إذن تصبح لنا تساوينا ماذا تساوي لنا واحد في بيط نلاحظ هل يوجد بيط واحد أم لا وكذلك ماذا نقول نقول 2 يساوي 2 نضربها كذلك هونا 2 بيط ثم عندنا ناقص 4 يساوينا ناقص 3 بيط لو نأتي إلى البيط الأولى في الحالة الأولى بيط يساوينا ناقص 2 الثانية بيط تصبح يساوينا كم واحد إذن مستحيل دون أن نكمل مستحيل إذن بما أنه لم نجد قيمة ثابتة مثل ما وجدنا في الألف نقول ومنه ماذا ومنه A D لا يساوي ماذا بيط في ماذا في A B أي ماذا أبنائي أي أنه النقطة D لا تنتمي إلى المستقيم A B فقط ليس مثل الحالة الأولى وجدنا الألف ثابت يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصلكم جديدنا باستمراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته